كشف أسامة شراد عداء المنتخب الوطني أشبال المتحصل على المرتبة الثانية في البطولة الإفريقية بنيروبي في اختصاص 1500 متر أن الابتحادية تعاملت معه بقسوة عقب سحب الميضالية الذهبية منه بعد احتكاك غير مقصود مع عداء إثيوبيا بلا لصيف بعث بالتالي كنت تحصلت على المرتبة الثانية وكان خطأ تقنية كان احتكاك بيني وبين عداء إثيوبيا وانتجوا مني الميضالية بلا ممارا نتريستيس في لأن الجزائرين قدروا يدخلوا مع المناخ المنافسة العالمية وشرفوا الجزائر